الاسبوع الاول بنكمل في الموضوع اللي كنا وقفنا عنده في اخر شرح المحاضرة اللي فاتت اللي هو الفصل الرابع المحاسبة عن الالتزامات المالية كنت شرحت لحضراتكو يعني ايه التزامات مالية وايه انواعها وايه مفهومها وخدنا مثال عليها للطبيق العملي اللي هو السندات وبقصد هنا بالسندات ان الشركة بتبقى تحتاج تمول نشاط معين من الانشطة اللي عندها فمحتاجة مبلغ من المال مثلا مليون جنيه فممكن تجيبه من اكدر اكدر من مصدر انا عفترض ان هي هتجيبه عن طريق ان هي تصدر سندات للناس الف سند مثلا السند بالف جنيه بالف في الف مليون جنيه فبيظهر مصطلحين مهمين جدا اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت حاجة اسمها الاكتتاب وحاجة اسمها التخصيص ولو حضراتكم فاكرين لما شرحنا كنا قلنا الاكتتاب ده المقصود بي ان الناس بيجوا بتطرح الشركة السندات بتاعتها للاكتتاب العام عن طريق اعلام في الجورنال او غيره ان اللي من يرغب في شراء السندات بتاعتنا عشان ياخد الفايدة بتاعتها بيروح مقرات الشركة او مقر البنك او اللي احنا بنتعمل معاه او غيره وبيملأ فورم معين وبيدفع الفلوس وبيقول انا عايز اسمي كذا عايز اكتتب في كذا سند الاكتتاب ده بيتفتح لفترة حوالي 15 يوم وبعديها بنقفل باب الاكتتاب ونشوف الناس اكتتبت في سندات قد ايه هنا بيظهر عندنا احتمالات كتيرة احنا عرضين الف سند للاكتتاب ممكن الناس تكتتب في الالف ممكن الاكتتاب ضعيف يبقى اقل من الالف ممكن الاكتتاب قوي يبقى اكتر من الالف فحنشوف الحالات المختلفة دي وازاي نتعمل معاه احنا خدنا المرة اللي فاتت لو الاكتتاب فقد عدد السندات احنا هنصدر الف سند وتم الاكتتاب في الالف سند وخدنا لو حصلنا الفلوس على دفعة واحدة ولو حصلنا الفلوس على عدة دفعات وظهر المصطلح التاني اللي هو اسمه التخصيص ان احنا بنعمل زي حفلة كده للناس ويجوا ونوزع عليهم السندات بتاعتهم طبعا المحاسب بتاع الشركة بتاعنا بيقيد كل حاجة من العمليات ده في قيود اليومية عنده فخدنا القيود بتاعت الاكتتاب بتبقى ايه سواء التحصيل على دفعة واحدة او على اقصات وخدنا قيود التخصيص بتتم ازاي النهاردة بقى احنا بنكمل الحالة خامسا الاكتتاب في عدد اكبر من السندات المطروحة للاكتتاب وتحصيل القيمة على دفعات يعني ايه؟ يعني انا طرحت مثلا الف سند للاكتتاب الناس اكتتبت خلال الخمستاشر يوم بتاع الاكتتاب او الفترة المحددة للاكتتاب فالف وتلتمائة سند يبقى فيه تلتمائة سند زيادة هنا هتصرف فينه وازاي وبحصل الفلوس والناس على دفعات يعني على اقصات فيه است اكتتاب فيه است تخصيص وممكن يبقى فيه اقصات اخرى فبيقول لما بيتم الاكتتاب في عدد اكبر من السندات المطروحة للاكتتاب فان مجلس الادارة بيعمل تخصيص يعني ايه تخصيص نسبي بقى؟ يعني كل واحد على نسبة فيه واحد اكتتب في ميتين سند واحد اكتتب في سبعين سند فمبدأ اوزع عليهم الالف سند اللي انا عايزهم بالنسبة ليه؟ لانهم اكتتبوا في عدد اكبر فعشان اقدر اتخلص من الميتين الزيادة طب الفلوس بقى الاكتتابات الزيادة الفلوس اللي دفعوها في الميتين ساهم الزيادة او التلتميت ساهم الزيادة اللي فوق الاهل فاتصرب فيها ازاي؟ قال لك عندك طريقتين يا اما ترجع الاكتتابات الزيادة للناس يا اما تحجز الفلوس دي عندك عشان تخصمها من قصة التخصيص اللي بعد كده والاخصات الاخرى وهنا عندنا مثالين هنغطي بهم الكلام ده اول مثال ان الناس هتكتتب في عدد من السندات اكبر من العدد المطروح وهنحصل القيمة على الدفعات وهنشوف القيمة ده ازاي؟ فالمثال بتاعنا اللي هو مثال ستة صفحة 115 في الكتاب بيقول يوم واحد واحد 2019 احدى الشركات المساهمة عملت قرد سندات او اصدرت قرد سندات وقلتنا اخذ بالك من كلمة اصدار لان احنا في الفصل اللي فات شرحنا المحاسبة عن الاصول المالية وقلنا ان ممكن الشركة تروح تشتري سندات يبقى ده اصل مالي عندها استثمار مالي اما هنا اصدار قرد سندات ده انا هدي السندات للناس واخد منهم الفلوس يبقى علي التزام مالي ان انا سدد لهم الفوائد في مواعدها وفي نهاية فترة السندات ارجع للناس الفلوس اللي كانت دفعها فكلمة اصدار تعرفنا ان ده التزام مالي اصدرنا قرد سندات بفايدة 10% عبارة عن 1000 سند السند ب1000 جنيه واحصل قيمته على 3 دفعات 50% عند الاكتتاب ومتحدد له اسبوعين 30% عند التخصيص و20% قصد اول واخير الناس اكتتبت في 1200 سند انا كنت طرح فوق كم سند 1000 سند يبقى هنا فيه اكتتابات زيادة طب مجلس الادارة هيتصرف فيها ازاي قلت عندك طريقين يا اما ترد للناس الفلوس الزيادة اللي هي اكتتبت فيها او دفعتها يا اما تحجزها عندك للتخصيص فهو هيحدد لك في التمرين مجلس الادارة اتصرف ازاي في الاكتتابات الزائدة قالك وقد خرر مجلس الادارة اجراء تخصيص نسبي بين المكتتبين ورد الاكتتابات الزائدة للمكتتبين كما تم تحصيل جميع اللقصات في موعدها وتم اصدار السندات بالقيمة الاسمية عندنا دايما في الامثلة بتاعت السندات كانت الزائدة مالي 3 مطاليب اساسية اول حاجة قيود اليومية تاني حاجة تصور حساب قرد السندات تالت حاجة تبين اصل القرد ده هيزهر ازاي فيه الميزانية اللي هي حققاين بتسمى قائمة المركز المالي 3 مطاليب دي هيل متكررة في اغلب الامثلة بتاعتنا وهنبدأ هنحل ازاي اول مطلوب هنعمل قيود اليومية فقيود اليومية زي ما هنشوف دلوقتي كده قدامنا ان احنا اول ما الناس جات تكتتب في السندات هم الف سند ويه بس الناس اكتتبت في كام في الف ومتين يعني دفعت فلوس الف ومتين يبقى الف ومتين سند والسند بالف جنيه يبقى مليون ومتين بس احنا قسط اللي اكتتاب خمسين في المية يبقى ستمائة الف جنيه يبقى دخلينا فلوس خلال فترة الاجتتاب ستمائة الف جنيه يبقى قد بتاعنا من حساب النقدية بستمائة الف جنيه? الى حساب جاية منين الفلوس دي? من قسط الاكتتاب في السندات واكتب شرح القيد. طيب. بس انا هاخد منهم قد ايه? انا هاخد منهم الف سند بس وهرجع للناس لاجتتابات الزيادة. يبقى الجزء اللي من قسط الاكتتاب اللي هحوله القرض سندات بما يعادل الف اه مية الف سند بس. فيبقى الف سند. في الف جنيه. في خمسين في المية القسط يعملولك خمسمائة الف جنيه. يبقى القيد بتاعنا من حساب قسط الاكتتاب في السندات. الى حساب قرض السندات خمسمائة الف. بس في القيد الاولاني الناس دفعة في الاستكام ستمائة الف. واحنا حولنا منهم قد ايه للقارد خمسمائة الف? يبقى في زيادة قد ايه? مية الف. هزيه المية الف هترجع للناس. وخد بالك قيد الرد عكس قيد الاكتتاب. رد الاكتتاب عكس الاكتتاب. قيد رد اي حاجة? عكس قيد الحاجة. فقيد الاجتتاب فوق كان من حساب النقدية الى حساب قسط الاجتتاب يبقى قيد الرد من حساب قسط الاجتتاب في السندات الى حساب النقدية بالمئة الف الفرق. كلام جميل. نيجي بعد كده بقى في معادة التخصيص. قولنا بقى في التخصيص والاقصات الاخرى كلها بنمشي بالعكس. اللي هو ايه? نطلب القسط وبعدين نحصله. فلما نيجي نطلب قسط التخصيص قسط اللي التخصيص بكام? بتلاتين في المية. اللي هو الف سند في الف جنيه في تلاتين في المية يعمل لك تلتمية الف جنيه. ويبقى القيد من حساب قسط التخصيص الى حساب قرد السندات. وبعدين احصل من الناس. انا كده طلبت قسط التخصيص. تيجي الناس بقى تدفع للقسط يخشيلي فلوس. يبقى من حساب النقدية الى حساب قسط التخصيص بالتلتمية الف. ييجي بعد كده القسط الاول والاخير اللي هو القسط اللي بعد التخصيص لان احنا قسمناهم خمسين في المية تلاتين في المية عشرين في المية. يبقى في المية من المليون جنيه بتين الف اطلب برضو القصة الاول والاخير يبقى من حساب القصة الاول والاخير الى حساب قرد السندات. وبعدين الناس تيجي تدفعوه يبقى من حساب النقدية الى حساب الاول والاخير. قادي قيود اليومية خلصت. بعد قيود اليومية تاني مطلوب اصور حساب قرد السندات. انا قلت من الدورة المحاسبية اللي احنا اخدناها في سنة اولى من طريق قيود اليومية تقدر تجيب حساب قرد السندات بتعمل حساب في الاستاذ العام على شكل حرف تي. وتبدأ ترصد من او ترحل من دفتر اليومية العامة الى دفتر الاستاذ. فهتلاقي ان عندك كان في خمسمائة الف حساب قصة الاكتتاب في السندات. وعندهم حساب قرض السندات داين يبقى تحطه هنا في الجانب الداين. وزيها قصة تخصيص السندات بتلتمائة الف. زيها القصة الاول والاخير بمئتين الف. تجمع التلاتة مع بعض يبقى مليون جنيه الرصيد تنقله الناحية التانية وتحطه فوق كرصيد في الميزانية. يبقى هو دا الرصيد اللي هيظهر في الميزانية عندك. هو دا الرصيد اللي هيظهر في الميزانية عندك في المطلوب التالت اللي هو بيان تأثير اصدار القرض على قائمة المركز المالي. هتلاقي ان قائمة المركز المالي جوه الخصوم طويلة الاجل لانا قلت ده التزام عليها وهسده على خلال اكتر من سنة. يبقى من ضمن الخصوم او الالتزامات طويلة الاجل فبحط المليون جنيه قرد سندات واكتب التفاصيل بتاعته انه هما الف سند بفايدة عشرة في المية والقيمة الاسمية الف جنيه وسعر الاصدار مية في المية يبقى الف في الف مليون جنيه كلام جميل مسال تاني بقى مسال سبع ده بيكلمك على ايه؟ على الحالة التانية احنا قلنا مجلس الادارة لما تجيلك تتابات زي ده قدامه حل من الاتنين يا اما انه هو يرجع الاجتتابات الزي ده يا اما يحجزها عنده ويعمل ايه؟ ويخصمها من الاقصات التالية اللي هو قصة التخصيص وما يالي زي لكم ممكن تتخصم كلها من قصة التخصيص على حسب ما يقولك فالمثال ده بيعالج الموضوع ده واتقالك في المثال السابق بفرض انه تم الاجتتاب في 1200 سنة واحنا كنا طرحين 1000 بس يبقى هنا في 200 سنة زيادة وقد قررها مجلس الادارة اجراء تخصيص نسبي بين المكتتبين وحجز الاكتتابات الزائدة لتخصم منها الاقصات التالية وتم تحصيل جميع الاقصات في موعدها وتم اصدار السندات بالقيمة الاسمية فالمطلوب بتاعنا ايه؟ اجراء قيود اليومية وتصوير حساب قرد السندات وبيان اثر القرد ده على قائمة المركز المالي وهي دي التلات مطاليب المشهورة في النوع ده من التمارين نبدأ بقى الحل اول حاجة اجراء قيود اليومية في دفاتر اه القيود بقى هنا اول قيد هو هو نفس القيد اللي فات ما فيهوش مشكلة الناس اكتتبت في 1200 سند السند ب1000 جنيه فيه خمسين في المية قصة الاكتتاب يعمل لي مبلغ 600000 جنيه خدت الفلوس من الناس يبقى حساب النقدية جيالي منين الفلوس دي من حساب قصة الاكتتاب في السندات واكتب شرح القيد وبعدين هاخد قصة الاكتتاب ده احوله القرد السندات بقى اللي هو بصدر قرد السندات بس انا قلت هصدر قد ايه 1000 سند بس مش ال 1200 كلهم في 1000 جنيه في خمسين في المية يبقى المبلغ 500000 جنيه اعمل بيهم القيد من حساب قصة الاكتتاب في السندات الى حساب قرد السندات طب الناس دفعت لي 600000 وانا اصدرت القرد بخمسمائة الف يبقى في 100000 زيادة اتصرف فيها ازاي لاني كتب لك ملحوظة ما زال حساب قصة الاكتتاب في السندات دائم برصيد 100000 جنيه وقال لك ان مجلس الادارة هنا هيعلقه عن طريق ان هو يحجزه عشان يتخصم من قصة التخصيص طيب نحن شوف ازاي ايه جا طلب بقى قصة التخصيص انا قلتك جميع الاقصاد في معدى قصة الاكتتاب اطلب القصة الاول لحساب قصة التخصيص الى حساب قرض السندات ليست التخصيص 30% من المليون جنيه بقى 300000 لما اجحصل بقى من الناس هاخد بقى 100000 اللي انا حجزتهم من الاكتتابات الزايدة فتلاقيني حطيتلك كده في القيد اللي بعده اللي هو القيد الرابع بتاعك حساب قصة الاكتتاب في السندات بمية الف يبقى انا ااخد من الناس 200000 بس مع المية الف يبقى همكرا همه 300000 بتواء التخصيص يبقى القيد هيبقى من حساب البنك أو حساب النقدية 200 ألف وحساب قسط الاكتتاف السندات مدين 100 ألف والداين حساب قسط التخصيص ب300 ألف وحساب القسط الأول والأخير زي المرة اللي فاتت بالظبط ما فيهوش أي تأثير ولا اختلاف فهطلب الأول القسط الأول والأخير يبقى من حساب القسط الأول والأخير إلى حساب قرد السندات ب200 ألف وبعدنا حصلوا من الناس يبقى من حساب النقدية الى حساب القصة الاول والاخير بي المتين الف لما جا صور قرد السندات هنلاقي ان شكله بالزبط زي المرة اللي فاتت ما اختلفش خالص هو هو بالزبط والاصر على الميزانية نفس الكلام القرد هينزل النواب مليون جنيه قرد السندات ضمن الخصوم طويلة الاجل عبارة عن الف سند السند بي عشر المية فايدة قيمة الاسمية بتاعته الف جنيه وسعر ازالة في المية طيب احنا كده اخدنا حالة لو الناس جات اكتتبت في عدد من السندات اكتر من اللي انا طرحه طب تعال انا اخد العكس لو الناس جات تكتتب في عدد من السندات اقل من السندات اللي انا طرحها للي اكتتب يعني انا مثلا طارح الف سند الناس اكتتبت في تسعمية بس او الناس اكتتبت في تمنمية وخمسين بس. واحصل القيمة على دفعات. يعني في اكتتاب استطخصيص اقصى التالية بعد كده. هنشوف في الحالة دي ايه اللي هيحصل? بيقولك عندما يتم الاكتتاب في عدد اقل من السندات المطروحة للاكتتاب. مجلس الادارة يتصرف ازاي? اول بديل? ممكن يكتفي باصدار الجزء اللي تم الاكتتاب فيه. يعني انا كنت ناوى اطرح الف سند الناس اكتتبت في تسعمية بس? خلاص. هصدر التسعمية بس. الحل التاني. الغي الاصدار بالكامل وارجع للناس فلوسها وقول لهم لأ مش هصدر سندات ولا هيبقى فيه اكتتاب في السندات. والمثال التالي هيوضح لنا المعالجة المحاسبية بقى احنا كمحاسبين شغلنا كله كمحاسبين ازاي نتصرف ونقيد ايه في القيود عندنا ونرحل الى الحسابات في حالة زي اللي احنا هنشوفها قدامنا دي. فعندنا مثال تمانية صفحة مئة وعشرين في الكتاب. المثال بيقول في يوم واحد واحد الفين وتسعتاشر قررت شركة مساهمة اصدار قرد سندات فايدة عشرة في المية عبارة عن الف سند. السند بالف جنيه يبقى مليون جنيه. ونحصل القيمة على تلات دفعات. خمسين في المية عند الاجتتاب وفتحنا له فترة اسبوعين. وتلاتين في المية عند التخصيص وبرده فتحه له فترة. وعشرين في المية القصة الاول والاخير وحطين فترة للناس تسدد فيها. ايه بقى اللي حصل? الناس اكتتبت في تسعمية وخمسين سنة. ده هنا الاجتتاب تم في عدد من السندات اقل من السندات اللي انا نوى اطرحها اصلا. انا كنت نوى اطرحها الف سند. الناس اكتتبت في تسعمية وخمسين بس. مجلس الادارة يتصرف ازاي? انا هتدي لك في التمرين يتصرف ازاي? بيبقى عنده احتمال من الاتنين. يا يلغي الاكتتاب ويرجع الفلوس للناس? يا اما يكتفي باصدار التسعمية وخمسين سند اللي الناس اكتتبوا فيها هنا. ففي التمرين اللي قدامنا والحالة اللي قدامنا مجلس الادارة قرر ان هو يكتفي باصدار الجزء اللي تم الاكتتاب فيه. وحصلنا جميع اللقصات في مواعدها واصدرنا السندات بالقيمة الاسمية. يعني لا في علاوة اصدار ولا في خصم اصدار. ايه المطلوب? مفروض نبقى عارفينه بقى خلاص. المطلوب التلات حاجات الشهيرة بتاعي. اول مطلوب اعمل قيود اليومية اللازمة. تاني مطلوب اصور حساب قرر السندات. وتالت مطلوب ابين تأثير اصدار قرر السندات على قائمة المركز المالي. نبدأ اول حاجة عندنا اجراء قيود اليومية اللازمة في دفاعاتك. اول حاجة الناس هتدفع قصة الاكتتاب اللي هو خمسين في المية. في الالف سند فعدد السندات تسعمائة وخمسين بس. لما نعمل الدربية دي تطلع ربعمية خمسة وسبعين الف جنيه. يبقى القيد بتاعنا. من حساب النقدية. النقدية جات لفلوس. جاية منين من قصة الاكتتاب في السندات وحط شرح القيد. طيب. اجي بعد كده هو. عندك فيه بقى القصة التاني او بصدر السندات دي للناس. اللي هم التسعمائة وخمسين سند لانه مجلس الادارة ما قررش ان هو يلغي السندات ولا يرجع الفلوس للناس. قرر ان هو يكتفي باصدار الجزء ده بس. يبقى من حساب قصة الاكتتاب في السندات الى حساب قرد السندات بالربعمية خمسة وسبعين الف جنيه. ماشي. اجي بعديها اطلب قصة التخصيص. قصة التخصيص هيبقى ايه? تلاتين في المية. في الف سند? لأ. في تسعمائة وخمسين سند بس. اللي احنا اصدرناه. يبقى تلاتين في المية. في تسعمائة وخمسين سند. فالف جنيه قيمة الاسمية للسند. يبقى قصة التخصيص هيبقى بميتين خمسة وتمانين الف جنيه. وبطلبه الاول وبعدين احصله. فلما اجا اطلبه يبقى من حساب قصة التخصيص الى حساب قرد السندات. وبعدين احصله من الناس. يبقى من حساب النقدية الى حساب قصة التخصيص بالميتين خمسة وتمانين الف جنيه. برافو. نخش بقى على قسط الاول والاخير اللي بعد كده. برضو هعمل ايه? هطلبه الاول وبعدين هحصله. لما اجي طلبه ده نسبته عشرين في المية في تسعمية وخمسين سند اي وفي قيمة الاسمية للسند بالف جنيه. لما اعمل الضربية دي يطلع لك مية وتسعين الف جنيه. يبقى من حساب القسط الاول والاخير. الاحساب قارة السندات بمية وتسعين الف جنيه طلبت القسط الاول والاخير من الناس. وبعدين هحصلوا. يبقى من حساب النقدية الى حساب القسط الاول والاخير بالمية وتسعين الف جنيه. كده شفنا قيود اليومية. نيجي بقى عندك حساب قارد السندات هتلاقيني ما حططولكش هنا في الحل لان هو هو قارد السندات زي المرة اللي فاتت بالزبط بس مع اختلاف الارقام بالارقام الجديدة. ولما اجي في ثالثة بيان تأثير اصدار القارد على قائمة المركز المالي هتلاقي انك جوة الميزانية ضمن الخصوم طويلة الاجل هتحط قارد السندات بس هتحطه بكام بتسعمية وخمسين الف جنيه. ليه? لانهما الناس اكتتبوا في تسعمية وخمسين سند بس. والسند بألف جنيه يبقى الف في تسعمية وخمسين بتسعمية وخمسين الف. وكان بالقيمة الاسمية بتاعته اللي هي مية في المية فولا فيه اصدار تضاف على القارد ولا فيه خصم اصدار يضطرح من القارد. كلام جميل. نيجي بقى على مسال تسعة صفحة مية خمسة وخمسين. ايه بقى المسال ده? المسال ده بيكملك الحالة الاخيرة اللي فضله. اللي هو لو الناس جات اكتتبت في عدد من السندات اقل من العدد اللي انا عايز اصدرها. وقام مجلس الادارة خد قرار بايه? ان يرجع للناس فلوسها تاني ويلغي الاصدار بالكامل. طب دي بقى نتصرف فيها ازاي? على نفس بيانات المسال الصابق. تعال نشوف. المطلوب اعمل قيود الناس. لان هي دي ما فيش تأثير ولا اي حاجة لان مش هيبقى عندي قرد سندات. ففي الحل قيود اليومية اللازمة? الناس لما تيجي تكتاتب الناس دفعت فلوس كم سند? تسعمية وخمسين سند. السند بالف جنيه. في خمسين في المية. الضربية دي تعمل لي ربعمية خمسة وسبعين الف جنيه. من حساب النقدية الى حساب قسط اللي اكتتاب في السندات. وحط شرح القيد. طب مجلس الادارة بس لما فقفل باب الاكتتاب. لان اللي اكتتب فيه تسعمية وخمسين سند بس. طبعا انا كنت عايز الف. فرح واخد القرار اني يلغي يا عم عملية الاصدار دي بتاعت السندات. ورجع الفلوس للناس. يبقى لما يرجع الفلوس الناس هيبقى ايه? قلنا قيد الرد عكس القيدة الاصلي. هيبقى هيبقى من حساب قسط الاكتتاب في السندات الى حساب النقدية. بلغي الاكتتاب الكامل ورجع الفلوس للناس بالربعمية خمسة وسبع الف جنيه. وبكده يبقى احنا انتهينا من الاسبوع الاول بتاعنا. واتمنى تكونوا استفدتوا. وشكرا للمتابعة وان شاء الله نكمل في الفترات القادمة بعد كده. شكرا لكم.